العملة تنهار يصرخ أحدهم فيقول آخر بل انهارت ويطلق آخرون نداءات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي أن أنقذوا الريال اليمني ما عاد للمواطن المغلوب على أمره من هم وحديث سوى انهيار العملة المتسارع وما خلفه من غلاء للمعيشة يحدث هذا بينما الحكومة نائمة في الرياض وعواصم أخرى وتقبض مرتباتها بالدولار بدأ انهيار العملة إثر انقلاب الميليشيا في سبتمبر 2014 ونهبها لمقدرات البلاد واحتياطيها من العملة الأجنبية وهو ما أفقد الريال قيمته أمام العملات الأخرى بعد نهب الاحتياط تم نهب الموارد وتحويلها إلى المجهود الحربي حتى رواتب الموظفين هي الأخرى ابتلعتها جيوب ميليشيا الانقلاب الحكومة وفي مقابل كل هذا وقفت عاجزة واستغرقت أكثر من عامين لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لكن هذه الخطوة بدت غير مجدية فنقل البنك لم يعقبه تشغيل الموارد وخصوصا النفط والغاز الذي يشكل تصديره ما نسبته 70% من دخل البلاد من العملات الأجنبية وهنا تحديدا تداخلت ملفات السياسة والاقتصاد ضمن حدود العلاقة الملتبسة بين التحالف العربي والحكومة الشرعية فالتحالف العربي الذي جاء لنصرة الشرعية وقف أمام بسط نفوذها على موارد البلاد وإعادة تشغيلها وأحال موارد النفط إلى سيطرة الأحزمة الأمنية التابعة للإمارات السعودية وبطريقة أخرى عملت بالمثل وتسببت الإجراءات التي فرضتها على العمالة ولم تستثني اليمنيين منها في ترحيل عشرات الآلاف ممن كان لهم إسهام كبير في رفض البلاد بالعملات الأجنبية عن طريق الحوالات المالية تفعل السعودية هذا باليمن بينما هي الممسك الرئيس بملف الحرب والسلم حتى أن البعض يعدها السبب الرئيس في وضع البلاد وهو ما جعل البعض يبدي تساؤلات عن دورها في اليمن هل جاءت لنصرة البلد أم لزيادة معاناته؟ واقع اليمن فيه إجابة واضحة على هذا التساؤل علاقة التبعية التي تبديها الحكومة الشرعية للتحالف العربي جعلها المسؤولة المباشرة أمام الشعب عن هذا الانهيار الاقتصادي الكبير فتبعيتها المباشرة وغير المشروطة لم تجعل قيادة التحالف تحرص على سمعتها وبقائها بقدر ما أساء إلى سمعتها الصيط السيء الذي اكتسبته الحكومة الشرعية خلال الأعوام الماضية لم يأتي من تبعيتها وافتقارها للإرادة وحسب بل أيضا من المعالجات التي لم تغير شيئا من مسار الانهيار المتواصل لعل آخرها اللجنة الاقتصادية التي ذهبت مع الريح فور تشكيلها